هذا وعز القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري خلال حديثه لبرنامج المعادلة الذي يبث عبر شاشة وين نيوز السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء عزى زيباري ارتفاع السعر صرف الدولار إلى تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق عبر بنوك مملوكة لأحزاب وميليشيات وعدم الالتزام بتعليمات البنك الفيدرالي الأمريكي إلى جانب استفادة دول كإيران وسوريا ولبنان من هذه الأموال اللي لاحظوا أنه مؤخراً من فترة حقيقة أنه دا يجري سوء استفادة من العملة الصعبة العراقية وتهرب إلى الخارج عبر منفذ مزاد العملة عبر مزاد العملة التجار البنوك الصيارفة كثير من هاي البنوك بنوك مملوكة لأحزاب وميليشيات ومجموعات وجماعات الجريمة المنظمة حتى أقدر أسميه وغسيل الأموال ولذلك مدى يجري الالتزام بتعليمات البنك الفيدرالي في تحويل هاي الأموال أثنين مسألة تحريب هاي العملة إلى خارج العراق يعني أطراف أخرى دول أخرى تستفيد منها لتمويل خططها لبنان سوريا إيران وإلى آخره وأيضا هم طلبوا أنه هاي الاستفادة من العملة الصعبة هذا يجري عن طرق ملتوية جدا أنه فواتير مزورة وهمية بدون يعني إعلان من المستفيد من المستلع منافسات مختومة بالتأكيد من المستفيد الجهة المستفيدة لازم تكسب فلذلك اللي صار هم قللوا ضخل عملة للسوق